موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة الأولى من صورة النساء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيل ذكرنا في الآية السابقة أربع صفات للمنافقين وتكملة لما سبق نذكر الصفة الخامسة إن المنافقين يعيشون في حيرة دائمة ولون أي هدف أو خطة لطريقة الحياة معينة ولهذا فهم يعيشون حالة من التردد والتذبذب فلا هم مع المؤمنين حقا ولا هم يقفون إلى جانب القفار ظاهرا وفي هذا تقول الآية الكريمة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحسن هنا الالتفات إلى أن كلمة مذبذب إسم مفعول من الأصل دبذبة وهي تعني في الأصل صوتا خاصا يسمع لدى تحريك شيء معلق إثر تصادمه بأمواج الهواء وقد أطلقت كلمة مذبذب على الإنسان الحائر الذي يفتقر إلى الهدف أو إلى أي خطة وطريقة للحياة هذا واحد من أدق التعابير التي أطلقها القرآن الكريم على المنافقين كما هي إشارة إلى إمكانية معرفة المنافقين عن طريق هذا التذبذب الظاهر في حركتهم ونطقهم كما يمكن أن يفهم من هذا التعبير أن المنافقين هم كشيء معلق يتحركون بدون أي هدف وليس لحركته أي اتجاه معين بل يحرقه الهواء من أي صوب كان اتجاهه ويأخذه معه إلى الجهة التي يتحرك فيها فهم يتظاهرون طارة مع المسلمين وطارة مع الكافرين وهم في الواقع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل إلى منافعهم ومطامعهم يقبلون كل يد تقبض على منفعتهم أو على شيء منها قذرة كانت اليد أو طاهرة وتبين الآية أيضا في الختام تبين مصير هؤلاء المنافقين وتوضح أنهم أناس قد سلب الله عنهم حمايته نتيجة لأعمالهم وتركهم يتيهون في الطريق المنحرف الذي سلكوه بأنفسهم فهم لن يهتدوا أبدا إلى طريق النجاح لأن الله كتب عليهم التيها والضلالة عقابا لهم على أعمالهم فتقول الآية الكريمة في ذلك وَمَنْ يُضْلِلْ لَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا أي أن الله سبحانه قد تخلى عنهم وأوكلهم إلى أنفسهم لعنادهم وتمردهم على الحق ومن كان هذا شأنه فلن يؤوب إلى رشد ولا بد من التنبيه إلى أن حكمة الله تعالى تستدعي أن لا يتخلى عن عبده تماما كما لا تتخلى الوالدة عن وليدها إلا إذا كان العبد هو السبب الموجب لتخلى الله عنه لولوجه في العصيان والتمرد كما تتخلى الأم عن ابنها لغلوه في العقوق وقد شرحنا معنى الإضلال وبينا كيف أنه لا يتنافى مع حرية الإرادة عند تفسير الآية السادسة والعشرين من سورة البقرة خلاصة الآية ليس لهؤلاء المنافقين موقف ثابت ينطلقون منه أو يرتكزون عليه فهم مذبذبون مترددون بين جانبين من غير ارتباط بأحدهما وذلك هو الضياع الذي لا يجد معه الإنسان طريقاً واضحاً يسير عليه ويهتدي به للوصول إلى غايته لأنهم ابتعدوا عن طريق الله فتركهم الله لضلالهم وأضلهم من خلال اختيارهم السيء ومن يضل الله يغلق قلبه عن النور وفكره عن الهدى ويتركه للتيه والظلام فلا يمنحه رحمته بسبب تمرده ونفاقه فلن تجد له سبيلاً إذ لا سبيلاً في الحياة غير السبيل الذي يفتحه الله للإنسان برحمته لعباده الصالحين وبعد الذم الشديد لما كان عليه المنافقون من خداع ورياء وضلال وجه سبحانه وجه نداء إلى المؤمنين نهاهم فيه عن موالاة الكافرين فقال تعالى في الآية الرابعة والأربعين بعد المئة الأولى من صورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينا؟ أي؟ يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان لا يصح منكم ولا ينبغي لكم أن تتخذوا الكافرين بالحق الذي آمنتم به أولياء أي نصراء وأصدقاء تاركين ولاية إخوانكم المؤمنين ونصرتهم فإن ذلك لا يتفق مع الإيمان ولا يتناسب مع تعاليم دينكم وفي هذا النهي أيضاً توديخ للمنافقين الذين ما زال الحديث متصلاً عن قبائحهم ورذائلهم وتحذير من مسالكهم الخبيثة حيث كانوا يتركون ولاية المؤمنين وينضمون إلى صفوف الكافرين من اليهود وغيرهم وتقدم الحديث عن هذه الآية في الآية الثلاثين من سورة آل عمران وهي تبين أن الاعتماد على الكفار يعتبر جريمة وخرقاً صارخاً للقانون الإلهي وشركاً بالله ونظراً لقانون العدل الإلهي فإن هذه الجريمة تستحق عقاباً شديداً فتقول أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينا؟ والاستفهام هنا الاستفهام للإنكار والتحذير من أن تقع هذه الموالاة منهم وكأنه يقول وهل يستطيع الإنسان الضعيف أن يتماسك أمام هذا الموقف الصعب بين يدي الله إذن ليفكر المؤمنون بخطواتهم قبل أن يبدأوا طريق الانحراف والمراد بالسلطان الحجة والدليل والسلطان يذكر ويؤنث قالوا قضت عليك السلطان وأمرك به السلطان ولم يأتي في القرآن إلا مذكرة وقيل للأمير سلطان ومعناه ذو الحجة أي إنكم إن اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد جعلتم لله عليكم حجة في عقابكم وفي تخليه عن نصرتكم ورعايتكم وكل من لم يكن على بينة من دينه أو زاغ عن طريق الهداية بعد أن استبان له فقد جعل لله الحجة البالغة من نفسه على نفسه ماذا أقول في هذه الآية؟ حتى خالق الأكوان حتى رب الأرض والسماء حتى الإله الذي وصف نفسه بأنه لا يسأل عما يفعل لكنه سبحانه وتعالى ألزم نفسه العلي بالاستقامة فقال تعالى إن ربي على سراط مستقيم هو إلزام ذاتي يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموه حتى الإله العظيم حتى من بيده كل شيء حتى الذي لا يسأل عما يفعل حتى الذي هو فعال لما يريد لا يمكن أن يصوق لك عذابا من دون سبب منك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير للتقريب إليكم هذا المثل عندك محل تجاري والبضاعة كلها وطنية ونظامية ومر موظف الجمرك هل تتحرك شعره في جسمك؟ ليس له عليك سلطان لا يستطيع أن يسائلك ولا أن يقول كلمة كل عملك صحيح أما الذي عنده بضاعة غير نظامية ولمح إنسانا يعمل في الجمرك وأقترب من المحل تكاد تتقصف مفاصله لأن لهذا الإنسان مقابل هذه المخالفات سلطانا فهذا المعنى دقيق جدا وعميق جدا ونحن في أمس الحاجة إليه أنت حينما تستقيم على أمر الله أنت حينما تنام ولم تؤذي في نهارك أحدا ولم تسئ إلى أحد ولم تعتدي على أحد إن خالق الأرض والسماء لأن عدله مطلق ولأن رحمته لا حدود لها ليس له عليك سلطان فما من سبب من قبلك يعاقبك بدليل قول الله عز وجل وهل نجازي إلا الكفور؟ أيعقل يا عبادي أن نعاقب إنسانا مستقيما؟ اللهم إن نعترف بأنك لا تعاقب إلا بعد قيام الحجة وأيضا نكر ونعترف بقيام الحجة علينا بل نهتز ونرتجف خوفا من بطشك ونعوذ منك بعفوك وكرمك إذن لا داعي لأن توقفنا بين يديك للمحاكمة والحساب والتحقيق والتطقيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة